اكد نبيل العمار وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن بلاده لم تدخل جهدا في التجاوب مع الأفكار والمبادرات الهادفة للتركيز على المسائل الجوهرية وإعلائها على كافة الاعتبارات الأخرى في ظل الوضع الذي تمر فيه المنطقة وأكد أن بلاده عبرت عن موقفها الثابت والداعم في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إن تونس لم تدخل جهدا في التجاوب مع كل الأفكار والمبادرات الهادفة إلى التركيز على المسائل الجوهرية والمحورية وأعلائها على كل اعتبارات أخرى في ظل الوضع الفارق والاستثناء الذي تمر به منطقتنا وقد عبرت تونس منذ البداية عن موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقها المشروعة التي لا تسقط بالتقادم وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمته القدس الشريف ترجمة نانسي قنقر